أدان الأردن اليوم قرار وزير متطرف في حكومة الاحتلال مصادرة ثمانية ألاف دنم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرت المملكة أن هذه الإجراءات تكرس لاحتلال وتقود كل فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة إلى ذلك قالت الرئاسة الفلسطينية أن قرار الاستيلاء على ألاف الدنمات في غور الأردن تحدي للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الذي يدين الاستيطان في محطته الثالثة والأخيرة ضمن الجولة السادسة في الشرق الأوسط اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين ورئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو في تل أبيب بشأن الحرب الدائرة في القطاع المدمر في ظل التباين المتزايد بين الطرفين الحليفين ويؤكد بلينكين الآتية من القاهرة وقبلها الرياض الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب وضرورة الامتناع أو امتناعة الأبيب عن اجتياح رفح المكتظة بالنازحين عند الحدود المغلقة مع مصر ومن المخطط أن يشارك بلينكين باجتماع لحكومة حرب الاحتلال والدفع باتجاه التواصل إلى هدنة بغزة لوقف إطلاق نار مطول وتبادل للأسرة في اليوم الثامن والستين بعد المئال الحربي يتواصل القصف العنيف على مناطق في قطاع غزة فيما بلغت سياسة التجويع أقصى درجاتها أمام عجز أممي عن الإغاثة أو وقف الحرب ولليوم الخامس يواصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين وينفذ حملة اعتقالات واسعة ويقصف المنازل المحيطة بالمجمع ما خلف عشرات الشهداء والجرحة بينما يحتفل العالم بيوم الأم تلملم الأمهات الغزيات جراحهن على وقع استمرار حرب الإبادة على غزة وإحالة نسائها إلى شهيدة أو جريحة أو ثكلة كان من المفترض أن تحتفل الأمهات الفلسطينيات اليوم بعيد الأم لكن الاحتلال ونتيجة هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة لم يفسح المجال لهن لذلك دعونا نتعرف على قصص نأساوية للسيدات الفلسطينيات الأمهات خلال هذه الحرب أنا يوسف الدحدو عمر 24 سنة أمي ولدين 24 و9 شهور تم اعتقال في سيطة 12 من المنزل خشوا علينا اليهود فجروا الحيطة وخشوا علينا طلعونا إحنا النسوان والرجال أخذوا الرجال عشقة والنسوان يحال كنا أكثر من 80 مرة مع الأطفال اللي كانوا معنا نادى علي الزابط حكالي بدي أعمليك فحص من خدرونا وأخذوا من عين من نخع الشوكة ديان إيه فكروا أولادي من اللي جابوهم من السبع أكتوبر تعمل حماس عملونا العين عشان يتأكدوا من الفحص كيف أثر هذا الاتقال على علاقتك بابنك اللي غاب عنك كل هاي الفترة يعني 54 يوم فترة طويلة كيف أثرت هاي العلاقة كأم مع طفلها؟ تأثرت كثير يعني الولد صار معها زي يعني الجفى عني يعني أنه يعني فترة بعيدة يعني بعيدة كنت عليهم يعني من 6 و12 قبل يومين اللي تتعجبوا لي إياهم من الشمال تقول وزارة الصحة ومنظمات حقوق الإنسان إن نحو 70 من المئة من الشهداء والمصابين هم من النساء الفلسطينيات وهو ما يعكس وحشية الاحتلال بحقهن في عيد الأم غازل علول رؤيا رفح في الضفة الغربية أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات مع مسلح فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غربية رام الله واستشهد منفذ العملية عقب تمشيطا بطائرات الحربية الإسرائيلية استمر نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار وعقب العملية داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل منفذ الهجوم المسلح في قرية دير بزيع غربية رام الله للجمعة الثانية في رمضان وأصلت قوات الاحتلال فرض قيود على الفلسطينيين للحيلولة دون وصولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة حزينة كانت مدينة القدس اليوم بعد أن منع الاحتلال عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية من العبور عبر الحواجز العسكرية اتجاه العاصمة المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في رحابه فقيود الاحتلال والتي يروج لها بالتسهيلات حالت دون السماح لكل النساء دون الخمسين من العمر والرجال دون الخامسة والخمسين من الوصول للقدس وبعد حرماني سكان الضفة الغربية من حق العبادة بدأ الاحتلال بحملة التنكيل بالمقدسيين لترهيبهم وثنيهم عن شد الرباط للأقصى لكن ذلك لم يقف بوجه آلاف المقدسيين الذين تحدوا الاحتلال والإغلاقات في سبيل الوصول للمسجد الأقصى أما فلسطينيين داخل المحتل فقد سيروا عشرات الحافلات من مدنهم وقراهم منذ الصباح الباكر تجاه مدينة القدس لأداء الصلاوات في الحرم والاعتكاف في رحابه من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا في الجمعة الثانية من شهر رمضان انطلق مئات الأردنيين بمسيرات حاشدة في العاصمة وكذلك محافظات عدة وندد المشاركون في المسيرات بمواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزة إذ رفعوا الأعلام الأردنية وشعارات تنادي بضرورة وقف حرب الإبادة على القطاع ترجمة نانسي قنقر